سلام عليكم عاملين ايه رب تكونوا بألف خير وبأحسن حال وانتوا بتسمعوني دلوقتي انا شايماء وقناتي اسماحي الوحيدق مع شايماء اهلا وسهلا بيكم هقدم لكم النهاردة القمر دي مكارونا بالبشاميل حاجة تحفة جدا بشاميل مزبوط عصاج جوسي في منتهى الجمال اقول لكم ازاي تطلعوا القطعة وقطعتها كده ماش مفرولة ولا اي حاجة وفي نفس الوقت متكونش مسكة ببعضها اتمنى لو بشوفوا قناتي الاول مرة ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا كمان لايك للفيديو لو عجبكم ويلا بينا نبتدي في المقادير وطريقة التحضير قبل ما نبتدي في فيديو النهاردة عايزين نصلي على النبي ونقول للهما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله اول حاجة انا هحضر معاكم العصاج اول حاجة خالص معايا هنا معلقتين من الزيت وحوالي ربع كيلو من البصل فرمته في الكبة يكون متوسطي لا خشن قوي ولا ناعم قوي انا بحب العصاج بتاعي ما يكونش البصل مفروم جامد بحب يكون خشن عشان العصاج بتاعي يبقى خشن بعد كده يدوبك بس يشم النار بنزل عليه على طول بنص كيلو من اللحمة المفرومة جربوا في العصاج بتاعك ويكون البصل نص اللحمة او نص مقدار اللحمة او نص وزن اللحمة صدقوني بيطلع عصاج حلو جدا جدا والطعم بيبقى متوازن ما بين البصل واللحمة بكسطر كده اللحمة بالسباتيلا وبقلبها حلو جدا واول ما احس ان اللونها خلاص الاحمر ده اختفى وبدأ يلون اللون الرمادي كده بنزل بالملح معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاصمر ونص معلقة من بهارات اللحمة البهارات دي حلوة قوي قوي وقوية جدا فبستخدم على نص كيلو نص معلقة صغيرة او نص معلقة شاي من البهارات دي والبهارات دي فيها كل حاجة فيها جسط طيب فيها سبع بهارات فيها كل حاجة فمش محتاجة ان انا ازود اي حاجة غير البهارات اللحمة مع الملح والفلفل الاصمر علشان احس بتعم العصاج هشوح كده العصاج حلو وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الصلصة طبعا الصلصة بتديلون وطعم حلو جدا جدا للعصاج تقدروا كمان تنزلوا بطمطمتين متقطعين ومتشالين منهم البذر بس انا حبيت يكون معمول بصلصة بس بيكون اخفوا احسن بعد كده هنزل بنص كباية من الميا وحوضت النار وهسيب بقى اللحمة بتاعتي تستوي او العصاج بتاعنا يستوي فانا اضفت ليه مية علشان انا عايزة يكون العصاج بتاعي يكون ليه جوز كده ما يكونش نشف بعد كده الخطوة اللي بعد كده انا بحيب بعمل كل حاجة مع بعضها شان ما اخدش وقت طويل في الطبق او في الاكل يعني فشغلت على الحالة بتاعت المكارونا وهعمل معاكوا دلوقتي البشامل وهقول لكم المقدار بالزبط لو عملته هيتلع معاكوا بشامل مصبوط لا هيكلكع ولا هيبقى خفيف ولا هيبقى تقيل بازن الله معلقة سامنة بلدي بحب حط سامنة بلدي جدا مع الزبدة بتدي تستحلو جدا جدا مش هتبقى تقيلة ولا حاجة معلقة سامنة بلدي وحوالي اربع معالق من الزبدة نزلت بكباية وربع من الدقيق ويكون بس النار دلوقتي متوسطة يعني انا مش عايزة الدنيا تحروق كده ودقيق لون بسرعة عايزة كل حاجة تاخد وقتها مهم الخطوة دي او يعني النار هنا هادي خالص بفضل اقلب كده في الاول هتحسو ندينا مكالكعة لنديه ساقة لما ياخد بقى الحرارة بتاعته على الهادي هيبدأ يفصل خالص كده وتحسوه هايش كده بقى نافش كده هننزل بقى بلترين من الحليم او لترين من اللبن يعني معلقة سامنة بلدي اربع معالق من الزبدة كباية وربع من الدقيق لترين لبن باشه هامل له مصبوط جدا متوسط المتوسط المش خفيف ولا تقيل متوسط حابين يكون بشامل لكم خفيف شوية شيلوا ربع كباية الدقيق واستكفوا بكباية دقيق وليترين من اللبن هقلب حلو جدا كده وعلى نار برضو متوسطة واقضية في البشامل على طول عشان ما يلزقش المية بتاعتي غلط هادف لها بقى شوية ملح لزي ما ملح المية بتاعة الماكارونة عشان يبقى ليها طعم ما تبقاش عطبة خالص وايدي في البشامل زي ما قلتلكم والعصاج على العين التانية على الهادي خالص كده كل حاجة بتخلص مع بعضها الماكارونة مش هتلزق مش هتلحق تلزق في بعضها والبشامل اللي يكون انا جهزته والعصاج فالاكلة ما بتاخدش معايا اكتر من ساعة ويكون الماكارونة بشامل بتاعتنا جهزة خدت هناك حوالي كيس ونص من الماكارون يعني حوالي ستميت جرام ماكارون المقدار ده الكيس ونص من الماكارون بصوا البشاملة هنا خلاص تقل واول ما اشوف ققيع كده من على جوانب الحلة بطفع عليه على طول واول ما يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه معايا ده شايفين القوام ده انا من محب البشاملة المضبوط يعني لا تقيل خالص خالص ولا خفيف ولما نعمل علامة كده في المعلقة ما بيلمش على بعض الخطوط ما بتلمش على بعض ده البشامل ما يلمش على بعضه بيبقى كده ممتاز ومضبوط معايا بعد كده نزلت بمكعب مرأة بحب احط مرأة لحم في البشامل اللي بتدي تست فضيع جدا للبشامل اللي بتاعنا حطيت مكعب واحد بس معلقة صغيرة من الملح نخلي بالنا للمرأة زي فيها ملح شديد يعني كتير شوي عن المرأة الدجاج نزلت كمان بنصى معلقة من الفلفل الأصمر وربع معلقة من الفلفل الأبيض وجربوا كده الفلفل الأبيض مع الفلفل الأصمر خطير جدا في البشامل ومميز وطعمه مختلف عن العادي طبعا انا طفيت النار هنا في اول ما تقل زي ما قلتلكم انا طفيت النار وبعد ما بطفي النار انا بحط الملح والفلفل بتاعي وببهر البشامل هشيله بقى من على العين عشان برضو العين بيبقى يعني فيها سخونة فحي يتقل أكتر وأكتر العصتك بتاعنا جهاز خلاص بصوا فيه شوية جوز كده أي خلي المكارونة بشامل بتاعتنا طرية جدا جدا بشامل بتاعنا النهاردة أو المكارونة النهاردة في منتهى الطراوة اللي في الدنيا وفي نفس الوقت متماسكة هتعجبكم جدا النتيجة دي مهم جدا يكون المكارونة فيها عضة يعني من سلقها لمدة خمس دقيقة فقط المكارونة استوت هجيب بقى البيركس بتاعي ده أكبر أكبر مقاس في البيركس قطعة من الزبدة وحبتدي إنه أنا أمسح بيها البيركس بتاعي علشان المكارونة ما تلزقش وكمان تاخد لون حلو من تحت كبشتين من البشامل في قاع الصينية تقدروا تعملوا في أي صينية انتوا عايزينها بس أنا بحب البيركس بيبقى حلو في التقديم شكله حلو في التقديم بعد ما حطيت كبشتين كده هنزل بالمكارونة المكارونة دي صفتها وفتحت عليها المية يعني يا دوبك قلبتها تقليبة واحدة بس علشان ما تخلصش من النشا خالص يعني ولا يكون تكون من الشيء قوي لو استخدمتوا بس مكارونة هناها كويس ويكونش فيها نشا عالي هتطلع معاكو الصينية المكارونة حلوة برضو الحاجات دي والله التكت دي بتفرق قوي ما حدش ياخد بلوينها لا تكون مكارونة مسكة ببعضها قوي قفشة كده ولا تكون مفرولة جامد كبشتين من البشاميل اللي بقى وفرتهم على المكارونة وبعد كده هنزل بالعصاج بتاعنا بصول عصاج تحفك التعم خطير جدا مش بكتر البهرات ابدا ابدا في العصاج انا من هوات يعني ان انا حس بتعم كل حاجة لوحدها بتعمها الاصلي اجربوا كده ما تزودوش بهرات كتير في العصاج مجرد نص معلقة كده من كل حاجة لو بتحطوا اي بهرات حتى في اي اكل اعملوا حاجة بسيطة من كل نوع او من كل تابل عشان تحسوا بطعم الطبق نفسه شوية بشاميل كده على العصاج وفرتهم وبعد كده هنزل بقى بالمكارونة انا طبعا حطيت نص المكارونة تحت في اسفل الطاجن ودلوقتي حطيت نص المكارونة التاني يعني منقسم بالنظر كده هساوي بقى المكارونة كويس قوي مهمة قوي ان احنا نساوي الوش عشان يطلع مظبوط ولم نجي نقطع كل قطعة تبقى مظبوطة كده وما تبقاش تبقى شكلها يعني منمق الكمية البشاميل اللي فضلت معايا او اللي بقت معايا بضاية عليها شوية فلفل اصمر وليه حطيت البضاية لون طبعا او الحاجة اللون تاني حاجة البضاية بتعمل على التماسك الطبقة اللي فوق بحيس لما نيجي نقطع القطعة وهي سخنة الوش ده هو اللي بيمسك للقطعة كلها فاهمين قصدي ازاي واكيد طعم يعني بيضة لما تتحط مع البشاميل بدي دي طعم حلو جدا تقدروا طبعا تستغنوا عن بيضة دي تماما تماما وتشتغلوا البشاميل او تصبروا بقية البشاميل على وش الماكرونة وتشتغلوا وتحطوها في الفرن عادي بس طبعا البيضة هتعمل تماسك رهيب مش هتجلد وشامش هتجلد ابدا نصدقوني عن تجربة يعني انا بيعملها بقالي سنين البيضة دي هتعمل على تماسك الوش حلو قوي زي ما شفتم في اول فيديو llegاد الماكرونة سخنة وكاد القطعة طلعة بقطعتها ما فرولتش وفي نفس الوقت البشاميلة طري جدا هو ده المطلوب تبقى ناكل الماكرون البشامل لما تبقاش صايحة زيادة عن اللازم والقطع مسكة نفسها وهي سخنة بس كده سويت بقى الوش كده بالشكل انتو شايفينه ده وحمسح كده جوانب الطاجن لو فيه اي حاجة كده على الجنيب والفرن متسخن على 180 مش اكتر من كده نعيز الماكرون بتاعتي متنشفش وفي نفس الوقت يعني تاخد سوا كويس وكل حاجة تاخد من طعمة بعضها على 180 هتاخد معي حوالي نص ساعة وربع ساعة الشواية من فوق او اقل حسب قوة الشواية عندكم ممتطلعوها كده لونها حلو جميل ما تكونش متل اسوع تقدروا طبعا تزودوا جبن منزريلا اي جبن اي انواع جبن انتو حبينها بس انا حبيت اعملها النهاردة طريقة الاصلية الطبيعية اللي هي من غير جبن واحنا بنحبها كده الحقيقة الطعطاع زي ما انتو شايفين كده قطع حلوة وانا حبيت اقول لكم انها سبتها ترتاح بس ربع ساعة بعد ما طلعتها من الفورن سبتها ترتاح ربع ساعة بس اي طبعا فيها بخورة اهو شايفين الدخان سخنة برضو لمازالت سخنة وفي نفس الوقت زي ما انتو شايفين القطع بقطعتها مش مفرولة وكمان الماكارونا مش مسكة بعضها اطلاقا كل واحدة كده مع نفسها كل ماكاروناية كده مع نفسها واللي مسكهم شوية بشامل الوزاز حلوين اتمنى يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم والماكارونا بشامل النهاردة طريقتي ان شاء الله تفرق معاكم لو جربتوها باذن الله لو حابين تشوفوني تاني وحابين بقى الفيديو بتاع النهاردة يريد ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو تعملوا سبسكرايب للقناة واتمنى يا رب تعملوا كمان شير للفيديو علشان يوصل لأكبر قادرة من الناس بحبكم جدا في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة